بحث سفير مصر لدى كينيا وائل نصر الدين عطية مع وزير الخارجية الكيني الفريد موتوة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والإعداد لمشاركة مصر في قمة منتصف المدة التنصيقية الخامسة للاتحاد الافريقي والتي تستضيفها كينيا يوم السادس عشر الجاري وذلك في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الافريقي نيباد تناول الوزير الكينية مجالات التعاون المشترك مع مصر وتنصيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل وبعث الوزير الكينية رسالة إلى وزير الخارجية سمح شكري أعرب خلالها عن التطلع للقاء في نيروبي لمتابعة الحوار حول مستجدات القضايا التي تناولها خلال زيارته للقاهرة مارس الماضي وفي الاتصالات الأخيرة بين رئيسي البلدين من جانبه أعرب السفير المصري عن تثمين مصر للدور الذي تلعبه كينيا في مكافحة الإرهاب في منطقة شرق إفريقيا ووساطتها في العديد من القضايا الإقليمية وبالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين البلدين مؤكدا ترحيب مصر باستضافة الجولة السابعة لللجنة المشتركة بين البلدين في وقت لاحق من هذا العام ترجمة نانسي قنقر